اشتركوا في القناة اليوم رح نحكي عن موضوع مين الابراج اللي رح تتعرض للسحر هذا موضوع اتداول كثير وناس كثير سألتني عنه وناس كثير بعثتلي عنه انه هم سمعوا انه فيه ابراج معينة رح تتعرض للسحر وخايفين جدا من هاي الاخبار وانه هل هذا الامر صحيح ولا مش صحيح وبينتظروا مني اجابة على هذا السؤال من ايام ولكن انا الظرف اللي كان عندي منعني من اني انا اسجل حلقة واجاوب على هذا السؤال واليوم ان شاء الله رح اجاوب على السؤال اللي ما بيهمه هذا الموضوع وحاب يروح يسمع برجه لحاله يروح يسمع برجه لحاله بيلاقي فيه قائمة او فيه اشارة بتدل على البرج بيسمع برجه وهيك منكون يعني ارضينا هو انه ما يسمع الحلقة بالكامل وفي نفس اللحظة منترك السؤال هذا للناس اللي حبي انها تستفهم او تعرف ايش المقصود من هذا الموضوع هذا يا اخواني الاعزاء يا احبائي انا ومجموعة من الفلكيين كتبنا انه فيه ابراج معينة عند دخول كواكب معينة لبيتهم الثامن اللي هو البرج الثامن بعد برجهم بيكون عندهم اهتمام في الغيبيات هاي السنة هذا في توقعات السنة بتقدر ترجعوا لتوقعاتي توقعات السنة وبتسمعوا هذا الحكي موجود وفي كل شهر احنا منذكر مين هاي الابراج اللي بيكون عندها هذا الاهتمام ومعنى الاهتمام بالروحانيات او الغيبيات هو مش سحر يعني ما بيدل على السحر والاهتمام في كل اشي مغيب يعني ممكن الواحد يحضر افلام اسطورية ممكن افلام قديمة او افلام خيالية او يقرأ قصص غير واقعية او يدخل في علم مثلا يتبحر في علم الفلك او في علوم التنجيم او في اي مسألة لها علاقة باي شيء مغيب حتى لو انه ممكن انه يجلس هيك فجأة مع شخص كبير في السن ويقولوا احكينا عن ابائنا او عن اجدادنا او عن قصص عن اشخاص ماتوا او او اشياء من هذا القبيل فايجوا هاي الاشخاص هدولا طبعا لانهم شاطرين كثير سمعوا انه الاهتمام بالغيبيات او الاهتمام بالمورائيات يالك معناته ايوة غيبيات معناته خلينا نربطها في السحر فنيجي احنا نحكي عن هدول الابراج انه هدول الناس اللي السنهاي مستهدفين من السحر ومستهدفين من الجن ورح يتلبسوا ورح يصير عليهم والاعراض والمش عارف ايش ومنه هيك الناس تيجي بتدخل لانه عنوان مشوق اول اشي وبتدخل وبتسمع وبرضو في نفس اللحظة هاي جبنا مشاهدات واللي بده يسأل طيب انا بحس باعراض كذا كذا يلا ها ها اين عالجنا ام نعطي اكم من اي من ايات الرقية هذول اللي موجودات على النت او نعطي من الاشياء اللي موجودة بين ايدينا او نعطي ورقة ونقول له هاي حجاب وهيك بتحصن حالك او من بيعه خرزي او من بيعه اي اشي يعني صارت هي نوع من انواع التكسب او الترزق على كتاف وعلى مشاعر وعلى مخاوف البشر الموضوع هذا ما له اي علاقة بهذا الموضوع موضوع السحر وعملية انشاء السحر وتكوين السحر على الاشخاص مش بهاي الطريقة بنعرف واثنين مستحيل واحد ييجي يحسب فلكيا ويطلع خارطة فلكية ويقول انت في اليوم الفلاني او في الشهر الفلاني او في السنة الفلانية رح ينعملك سحر ممكن انا من الخارطة الفلكية يبين عندي زوايا معينة مرتبطة في البيت الثامن هاد الها بعلاقة بكوكب نبتن بما انه هو كوكب الاوهام والاحلام وانه علاقة مثلا نحكي بكوكب عطارد او بالمريخ او بلوتو يعني بالكواكب العنيفة او بزحل ونيجي احنا نحكي انه هذا الشخص بما انه في البيت الثامن الو تواجدت هاي الكواكب او اتصلت من البيت الثامن لهاي الكواكب معرض انه هو يعاني من هذا الامر في حياته ولكن امت ومين وكيف وليش هذا الاشي ما بيبين معانا ممكن انا يبين معي اذا خارطة البني ادم هذا موجود معي مسبقا ويجي يطلب مني مثلا والله انا حاب تشوف لخارطي اللي مقارنة تحولات الفلكية لسنة ميلادي مع السنة هاي ممكن في هاي اللحظة يبين معي زوايا اقول له بدك يدير بالك اذا حد يعني بدناش ندخل في تفاصيلها لانه هاي لها لها سرها واذا حكيته الان في مئة الف واحد رح يمسكو ويصير يحكي فيه فكل تكوين بني ادم من عنصره من عنصر نفس السحر اللي بنعمله يعني هذا مختصر فعشان هيك مستحيل انه ينعرف انه هاي السنة واحدد ابراج معينة وتكوين معين لهاي الاشخاص اللي ممكن ينعملها سحر فهذا الموضوع ما تعلقوا في مخكو وما تفكروا فيه واطمئنه تماما لهذا الموضوع وانا حكيت في حلقة الامس اني رح انزل رقية الرقية هاي رقية شرعية ما فيها اي شيء خارج عن كتاب الله الا دعاء يمكن والدعاء واضح وصريح يعني ما فيه اي علامات لا همز ولا لمز ولا احرف ولا شيء انتو بس تسمعوا بتعرفوه ومجرد سماعك لهذا الدعاء او سماعك لهذه الرقية انت تلقائيا بتقيم هل انت في عليك اعتداء هل انت بتعاني من هذا الموضوع وفي نفس اللحظة نفس الدعاء هذا كرره او اقرأه ورح تحس حالك انك انت ارتحت يا اخي يا اختي ما حسيت حالك ارتحت وانت عارفين انه انا كاتب كل اي استشارة في اي موضوع مهم اي موضوع مهم وخطير ولا يطلب الانتظار وبدكوا جواب علي سريع ابعثوا لي ولكن مش تبعث لي تقول لي والله انا تاريخ ميلادي واحد وعشرين ثمانية والله لو سمحت من اي عشرية يعني هذا مش موضوع مهم بالنسبة لي لانه ممكن تدخل انت على تكتب العشريات في الابرج على جوجل بطلع لك كل الدنيا حكي عن الموضوع يعني مش هالموضوع الكبير وفي حلقات سابقة انا شرحت عن العشريات وكيف تحسبها انت لحالك وتطلح حالك من اي عشرية اطالع برضو سهل بتدخل في مواقع كثيرة اسمها او استرولوجي او استرونومي او بدك الخارطة الفلكية تاعتك بتدخل تاريخ ميلادك كامل وساعة الميلاد تاعتك والبلد اللي انت فيها وبطلع لك خارطة الفلكية كاملة بكواكب وتواجد الكواكب فيها ورح نحكي حلقة كاملة عن هذا الموضوع واشرح لكم اياها وفيديو كمان على اساس انكم انتو تعرفوا كيف تستخرجوه انا لما حكيت استشارات مجانية للجميع الاستشارات المجانية للاشياء الطارئة في ناس بتسأل اسئلة لو لاحظتوا انه اللي بسألوا اسئلة بتكون بحاجة لجواب فورا على طول انا بحط له الجواب فورا في بعض الاسئلة بتجيني يا ناقصة يا انما انها مش ملحة للاجابة وبتركها لانه في غيرها مئات الرسائل هم اشخاص بحاجة لجواب هدول اللي انا باهتم فيهم في الاجواب يعذروني بعرف ان كل اسئلة تكون مهمة ولكن المهم بعدين الاقل اهمية بعدين الاقل اهمية بعدين اللي مش مهم ولكن طالما في اسئلة مهمة معناته جوابي للاسئلة المهمة مش الموضوع اني انا ارسلت قبل ولا انا ارسلت بعد ولا انا ما بعرف ولا انا بعرف في اشياء لازم انتو تعرفوها من طبيعتي انا من طبيعتي مش متفرق دائما انا قاعد وراء جهاز الكمبيوتر عشان انا احسب وعشان انا اجاوب انا الي عملي ولي حياتي ولي مشاكلي ولكن انا برضو ما بدي ابخل عليك واصير انا كاتم للعلم انا بساعدكو بالقدر اللي انا بقدر عليك فعشان هيك بتكون تتحملوني طولنا كثير في الموضوع هاد خلينا ننتقل للابرج اليوم القمر موجود ومستقر في برج الجدي راح يكون متواجد اغلب اليوم من الصباح يعني او من ساعات الفجر في منزلة اسمها منزلة سعد بلع هاي المنزلة ممتازة جدا لا العلاج لا الفراق لا اتلاف الاموال وصرفها لا ضياعها وبرضو ممتازة للحرية الحرية يعني واحد مسجون واحد مقيد واحد بالاسر واحد باي صفة كانت ممتازة برضو للحرية وحتى انه انسان ممكن بيشتغل عند انسان متغطرس سهل انه يتحرر منه او مع مدير ظالم سهل انه يتحرر منه وحكينا بالامس انه تأثير القمر لما بكون بالجدي بيأثر علينا كلنا انه احنا منعود لطبيعتنا الجدي منحاول انجاز كل الاعمال المتراكمة منجد الامور بتصير معنا بسهولة ممكن يسيطر علينا روح التشاؤم شوي لانه هاي طبيعة الجدي هيك بس انه مش في كل الوقت في بعض الاحيان علينا الاجتهاد اكثر بوسعنا الشروع باي عمل جديد او شراء تحفة اثرية او البدء بحمية لتنزيل الوزن او لتنظيم الوزن او لمراقبة الوزن وممكن شراءة بوليس التأمين او عمل تأمين فالفرصة بتكون مناسبة جدا بالنسبة للزوايا الفلكية اللي رح تتشكل معنا هذا النهار اول زاوية رح تكون زاوية التزديس ايجابية بين القمر والزهرة رح تكون الزاوية هاي تقريبا الساعة واحدة واثنين وخمسين دقيقة بتوقيت جرينيش فجرا هاي الزاوية بتأجج العواطف اتجاه الجنس الاخر وبالتالي ممكن ننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفع العاملين في المجالات الفنية او التجميل او الديكور وبتحسن من عطائهم وابداعهم اما الزاوية التي تليها هي زاوية اقتران ايجابية بين القمر والمشتري رح تكون هاي الساعة ثنتين واربع واربعين دقيقة صباحا هاي بتخلينا نهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الاخرين اللي حوالينا تحديدا او الناس اللي ممكن يجو يشكولنا ومنحاول اننا نساعدهم يد ما بنقدر يعني بمعنى اخر بصير فيه نوع من انواع الحس الانساني او العمل الانساني بتلوح الفرصة لتحصيل مكسب مالي وبتساعدنا على تعزيز الروابط العائلية المشكلة في الزاوية اللي بعديها واللي حكينا عنها بالامس وحكينا عنها في توقعات الشهر ولما حنالها هاي الزاوية زاوية تربيع سلبية رح تكون بين الشمس وارونوس رح تكون الساعة ستة واربع وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بكرة هاي الزاوية رح تكون قائمة يعني وذروتها بالغد هاي الزاوية بتخلي بعض الاشخاص يتمردوا ويتصرفوا بدون اكترات للعواقب ممكن يتمرد بعض الابناء على اهلهم حتى غالبا في هاي الزاوية يا بتصير بعض الثورات يا الانقلابات يا المظاهرات يا اما الاغتيالات يعني دائما فيه الها مصيبة عسكرية فيه الها كارثة عسكرية او اشي سياسي كبير وبالدل برضو على تغييرات ممكن تصير مفاجئة في حكومة احتمالات فيه احتمالات للاضراب احتمالات للاشتباكات مع السلطة بسبب تضييق الخناق او على الحريات او على المطالبات خصوصا على الحريات العامة برضو بتدل على اشياء لها علاقة بالطبيعة يعني يا عواصف يا زلازل يا حرائق سقوط طائرات حوادث لها علاقة بالسك الحديد حوادث سير الاشياء المفاجئة هاي اللي بتصير بدون سابق امذار وان شاء الله انه كل اللي حكناه هذا ما يصيرش منه اي اشي خلال فترة الاسبوع القادم لانه هاي الزاوية رح تأثر سبع ايام تقريبا اما الزاوية التي تليها هي زاوية ايجابية برضو رح تكون تزديس بين القمر ونبتون هاي الزوايا السريعة يعني الزوايا بين الكواكب الكبيرة هي زوايا بطيئة هاي زوايا سريعة يعني ممكن تستمر ساعتين ثلاثة اربعة او طول اليوم وتنتهي بعدين ولكن البطيئة هي اللي بتدوم ايام زاوية التزديس الايجابية هاي بين القمر ونبتون هي بتكون ساعة 12 وتسعة عشر دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينيج بتعزز الخيال الخصب وبقوى عنا الحدث وعليه كثير من المستفيدين اللي بيعملوا في مجالات إلها علاقة بالفن والديكور والتجميل يعني بمعنى آخر بما أنها تكررت هاي الزاوية والزاوية التي تليها في بداية النهار إذن هذا يوم فني بامتياز يوم إلو علاقة بكل إشي يتعلق بالجمال يوم ممتاز جدا وخصوصا أنه في زاوية بعديها رح تكون برضو من الزوايا الطويلة هي زاوية التزديس إيجابية بين الزهرة والمشتري رح تكون الساعة وحدة وست دقائق بعد العصر في هذا الاتصال تحديدا بتعزز الجوانب الأخلاقية والذوقية في السلوك مما أنها بتسهل علينا التعامل مع الآخرين والتفاهم معهم بتسهل علينا إقناعهم حتى لو كانوا ما عندهم مروني في التعامل كمان بتعزز الذائق الفنية والقيم الجمالية لدى العاملين في المجالات الفنية في كل المجالات الفنية بتدل هاي الفترة أو هذا النهار بتدل على أرباح في الموارد المالية المهمة بتحقق المؤسسات المالية والبنوك في البلاد أو الاستثمارات أو العملة أو البورصة في هاي الفترة بتعلي نوع من الارتفاع وخصوصا المشاريع اللي إلها علاقة بالترفيه بالسياحة بالسفر يعني بالمجالات هاي هاي الفترة مناسبة لعقد معاهدات السلام توقيع اتفاقيات خصوصا الاتفاقيات التجارية خصوصا بين الدول الأجنبية بتدل كمان على حسن الأوضاع بالنسبة للقضاء مع رجال الدين مع المشتغلين بالسلطة التشريعية مع المجال القضائي مع المجال الميدان الفني على المستوى السياحي الفني وهاي كمان فترة مناسبة لطرح انتاج جديد للسوق خصوصا لو كان في المجال الفني يعني أغنية جديدة فيلم جديد مسلسل جديد أو واحد عامل لوحة أو عامل ابتكار جديد ممكن في الفترة هاي انه ينزلوا برضو بيلاقي رواج وشهراء له كبيرة وبكون العمل هذا ذو ذوق عالي ومستوى رفيع وبلاقي استحسان الجماهير القمر حكينا في برج الجدي رح يستمر عنا ليوم 24 واحد خلو المسار القادم رح يكون يوم 24 واحد الساعة 22 وثمان دقائق صباحا بيستمر حتى الوحدة وعشرين دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينيتش بعدها بانتقل القمر للدلو يعني الدلو لسه بده يعاني كمان يوم والأسد بده يعاني كمان يوم صعب عليه عمر القمر هو طبعا بانحسار الهلال عمره 26 يوم في تمام الساعة 22 وثمانية وعشرين دقيقة فجرا بصير القمر سبعة وعشرين نسبة الإضاءة بتكون سبعة في المية بالنسبة لمزاج الكواكب وطباعها لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى 19 اثنين مزاجه منتحس بسبب الزاوية بينها وبين أورانوس القمر في الجدي حتى 24 واحد مزاجه منتحس عطارد في الدلو حتى ثلاثة اثنين مزاجه سعيد الزهرة في الحوت حتى سبعة اثنين مزاجه سعيد المريغ في القوس حتى 16 اثنين مزاجه منتحس بسبب زاوية التربيع هو مشكلها زحل في الجدي حتى 11 خمسة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد أورانوس في الثور حتى 15 ثمانية مزاجه منتحس بسبب الزاوية اللي مع الشمس نبتون في الحوت حتى 23 ستة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 أربعة وبعدين بيبدأ في عملية التراجع مزاجه منتحس وصلنا لا توقعاتنا اليومية مرج الحمل يوم مناسب للي بيبحث عن عمل ولي بيعمل ممكن ينجح في مجال عمله أو يدفع بمصالحه بالاتجاه الإيجابي ويحقق إنجازات من هذا الموضوع يحافظ على إنجازاته كاملة القائمة اللي هو شغال فيها بدون أي أخطاء إن شاء الله ولكن بده يهدي برضو من من عصبيته وإنفعالاته خلال هذا النهار لأنه لسه الزاوية هاي بتأثر عليه بشكل مباشر بدك تتجنب مخالفة القوانين وبدك تدير بالك وتحرص على استقرارك بدك تتجنب الخلافات والمجازفات لأنه ممكن تصل لمرحلة إنها تكون شائكة وغير قابلة للإصلاح إحرص على لجم أي مشكلة يبل ما تصير على أساس إنه ما تخليها توصل لمرحلة إنها تتفاقة متكبر وما تقدر تسيطر عليها وبرضو زاوية أورانوس لأنه أورانوس في بيت المال للحمل معناته شوي رح يضغط عليهم ماديا أو يكثر المصاريف عليهم أو الدفعات أو المطالبات المالية برج الثور بتنشطوا في مجال الدراسة في مجال السفر في مجال اللغة في مجال الاتصالات في مجال اللي بده يهاجر أو بده يقدم لفيزا يعني نشاطك كله يتعلق في الدول الأجنبية أو دول أجنبية عن الدولة اللي أنت موجود فيها مع أشخاص إما بيكونوا هناك مع مؤسسات مع شركات حتى لو كان الموضوع استراد وتصدير فهو مع دولة أجنبية بتشعروا بقوة العاطفة وبتجاوب أحبائك ومعك ممكن تتعرفوا على أشخاص أو تويعوا في حب من خلال مؤسسة تعليمية أو معهد تعليمي أو من خلال المراسلة مع حدا من خارج البلاد ممكن تروح في رحلة أو تطلع لترويج لعملك أو تحصل على معلومات ممكن أنت ما كنت تتوقعها بيكون عندك نوع من أنواع النجاح أو الحظ في حياتك العاطفية والعائلية ولكن بدك أنه ما تنهز ثقتك بنفسك ولا بشخصيتك بسبب الزاوية اللي بتتشكل مع أورانوس اللي هي موجودة عندك لأنه شوي بتأثر على شخصيتك وتعملك أشياء مفاجئة فعشان هيك ما تكترت للموضوع ما تهتم للموضوع ولكن ركز بشكل إيجابي إنك تحقق إنجازات مهمة خلال هذا النهار برج الجوزاء بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة والفرصة متاحة لمكسب مالي مع هيك بتكتخففوا من النفقات المتصاعدة بدك تسارع لتهدئة الأجواء هاي الفترة مناسبة للإطلاع على أراء الغير ممكن تتلقى في خلال هذا النهار مساعدة أو تعاطف بدك تتحلى بالليونة والتفكير الموضوعي وبدك تحذر من أي شيء بصير في الخفاء أو بصير وراك من أشخاص بتأمروا عليك من مكيدة أو من أشخاص بيحاولوا أنهم يعني بمعنى آخر بدك تدير بالك من أي شخص ممكن يوقعك في مشكلة الزاوية اللي رح تصير لأورانوس رح تكون في بيت متعبك وهاي الزاوية بتعمل أشياء مفاجئة غير متوقعة احذر ورتب أمورك لأجل أنك تحمي نفسك برج السرطان يعني اليوم مناسب وممتاز جدا لأمور الشراكة إن كان في مجال العمل أو في مجال العاطف تقدروا إنكوا تتمموا موضوع خطبي أو زواج أو علاقة تطوروها لمرحلة متطورة أكثر ممكن تتوقعوا على عقد تجاري خلال هذا النهار هاي الفترة شوي هي ضاغطة لأنه القمر مقابلك مباشرة في الجديد فشوي هذا بيضغط عليك وبسحب من طاقتك أهم شي إنه ما تنفعل وبدك تحافظ على صحتك وتراقب صحتك وبدك تكون صبور جدا وبدك تكون عندك مروني عالي جدا ممكن تتعرض لمضايقات أو خلافات ما تتأزمها وتكبرها عشان ما تتفاقم المشكلة مع الشريك وفي نفس اللحظة بدك تحذر من زاوية أورانوس اللي حكينا عنها في بداية الحلقة لأنها في بيت السمعة فدير بالك من أي خلاف ممكن يأثر على سمعتك في المستقبل بدك تحذر من أي شخص بتآمر على سمعتك خلال هاي الفترة برج الأسد انجزوا كل إشي بتقدروا عليه خلال هذا النهار بعرف إنه الأمور ضاغطة وبعرف إنه العمل ممكن يتراكم عندك وما يكون لك نفس إنك أنت تكمل شغلك أو ظلك تحاق هيك حاب إنك تأجل حاب تأجل لكن برضو رغم هيك حاول إنك ما تبالغ في إنك إلا في التأجيل ولا في مجال العمل القمر موجود في بيت الصحة شوي بتضغطك صحيا فعشان هيك منحكي بدك تنتبهوا لأكلكو لراحتكو بدك تكون برضو لأنه برضو في بيت إله علاقة بالعمل بدك تكون منظم وتعرف كيف تحسن إدارة عملك حاذر من الجدال خصوصا مع الناس اللي بيشتغلوا معك مع الإداريين ما تهمل صحتك وما تأجل ولا تماطل في موضوع العمل حاول إنك أنت تركز حتى لو اضطرت إنك تعمل لساعات إضافية ولكن حاول إنك تنجز الأعمال الموكلة لإلك ما تأجلها لأنه تأجيلها رح يأثر عليك في العمل ويأثر عليك مع المسؤولين عنك في مجال العمل وبرضو بدك تنتبه لأنه في ناس ممكن تتآمر عليك من خلف الكواليس بتروح لهي شاكيتك إسفين رح يأثر عليك كثير بدك تكون منتبه لأنه دائما النجاح في مين يحسدك وراه وفي مين يكيد لك وراه أرجو إنه هيك أكون وصلت الرسالة برج العذراء يوم ممتاز جدا للأمور العاطفية بتشتد رغبتكم في التقرب من أحباكو ممكن تعزز العلاقة معهم ممكن تطوروا علاقتكم لدرجة أعلى من المكان اللي أنتم موجودين فيها يعني تطوروا علاقة حب توصل لمرحلة الخطبة أو الطلبة أو الاتفاق على زواج ما بتخلى الحظ عنكم لا ماليا ولا عاطفيا بتمفرج أسريركم وبتعيشوا لحظات سعيدة نسبيا فترة إيجابية ومناسبة لطرح الأفكار والارتباط أهم إشي أنك ما تهمل الواجبات اتجاه العائل والأحباء صحح أقطائك وبدك تحذر من أشياء مفاجئة ممكن تظهر لك على الساحة بشكل مفاجئ جدا خلال الفترة القادمة إما على المستوى العاطفي أو على مستوى السفر أو على المستوى الخارجي سفر علاقة مع أجانب مع مؤسسات أجنبية دراسة على مستوى امتحانات بدك تكون إذا عندك امتحان خصوصا في المجال الجامعي بدك تدرس مظبوط قبل ما تدخل على الامتحان ما تعتمد على الحظ به أي الفترة خصوصا في الامتحانات أو بالسفر برج الميزان يعني برضو اهتمامك رح يكون النهار هذا على المنزل على المسكن على العيلة على أفراد العيلة على أبنائكو على إخوانكو ووسعكو إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم ممكن تجدوا نوع من أنواع التعاون من أفراد العائلة ممكن تقلق حول موضوع عائلي أو منزلي ممكن تظهر لك مشكلة شخصية ما تتهرب من المسؤولية تجاه العائلة اللي أجواء شوي فيها نوع من أنواع العدائية والتوتر ممكن يتأخر موضوع إلو علاقة بقرض إلو علاقة بدعم مادي إلو علاقة بتعويضات بوليس التأمين وممكن يجيكو خبر عن وصية أو شيء إلو علاقة بشيء قديم يرجع ينفتح على الساحة ويزعجك كثير وبدك تدير بالك تراعي ووضعك الصحي برج العقرب بتنشطوا في السفر والاتصالات والتنقلات يوم مناسب لاجتياز امتحان ممكن أنك تعززوا العلاقة مع أخ أو مع جار الحضوض الشوية بتدعمكم بتكون جريء في التعبير عن رأيك تتمتع بسرعة بديهة عالية جدا عندك سرعة خاطر عالية جدا سرعة بديهة عالية جدا تقريبا يعني إحنا بدنا نحكي بنفس ما حكيناه بالأمس ما تغير أي شيء الأجواء عندك لطيفة بتحمل لقاءة عاطفية ممكن يكون عندك مصالحة أو لقاء مع حبيب أو مع إنسان بعز عليك تلتقي فيه بترتيب أو بدون ترتيب هذا الإشي رح يسعدك ممكن تبدأ في ورشي أو عمل أو مناقشي لتأهيل قدراتك أو إنك أنت تطور من نفسك أكثر ولكن بدك تنتبه على مستوى الشراكي وعلى مستوى التنقلات لا تتهور وما تتسرع لأنه ممكن يتكون العواقب وخيمة وإنتي مش بحاجة لمخالفة القوانين بالفترة هاي وعلاقتك مع شريكك أهم إشي شريكك بالعاطفية أو شريكك بالعمل لتكون حذر جدا وتراقب الأمور عن كثب وما تتغيب لأنه ما بتعرف شو المفاجئ اللي رح يكون في هذا المجال برج القوس يعني فرص كثيرة لمكاسب مالية وبتمفتح لك أبواب كثيرة خلال اليوم هاد إما عمل إضافي أو فلوس بتجيك بشكل دعم مع هيك بتكونوا كثير حذرين من النفقات ممكن تجيكوا نفقات أنتوا مش متوقعينها تطلع لكم هيك بشكل مفاجئ بتكون تمتنعوا عن المشتريات الغير ضرورية بتهتم كثير بأمور كيف أوظف الأموال أو كيف أنا أقسم الأموال أو كيف أوزع الأموال الموجودة معي حتى لو كان راتبك بسيط بدك تعرف كيف تقسمه أو بتهتم في هاي المسألة إنه كيف بدك تقسم هذا المبلغ البسيط الموجود معك على المتطلبات الكثيرة اللي موجودة على كتافك بدك تكون عاقل في صرف الأموال بتهتم لمناقش الدعم مالي أو قرض ممكن تفكر في بعض الاستثمارات أو التوظيفات فترة إيجابية ممكن تحقق من خلالها يعني أرباح أنت ما رح تتخيلها ولكن في نفس اللحظة بدك تهتم لصحتك للأمور الطارئة اللي ممكن تحدث أو صدمات تصير معك في مجال العمل بشكل مفاجئ أنت مش متوقعها طبعا هي بسبب زاوية أورانوس والشمس فلازم تكونوا حذرين من الأشياء المفاجئة خصوصا في مجال الصحة أو مجال العمل مرج الجدي ثقتكم بنفسكم كبيرة بعمكم النشاط يوم ممتاز جدا نفسيتكم أحسن من الأيام اللي مضت أهم شي أنكم تستغلوا اليوم هذا في مبادرة بخطوة جديدة بالدعم من مكانتكم الاجتماعية فيه انفراجات كثيرة على الطريق فترة المقبلة كلها تقريبا فيها أشياء إيجابية فيه تقدم ملموس بعد فترة ركود ومراوحة ونكد ومشاكل وإحباطات ونفسية تعبانة لكن الفترة هاي إن شاء الله أنه فيه شغلات كثيرة فيها تحركات بتقدر أنك في هاي الفترة يعني تعمل أشياء ممتازة ولكن بدك تتحلى بالحكمة والواقعية لحل الأمور ممكن تشتد عزيمتك وترتفع معنوياتك أكثر ممكن تستعيد سيطرتك على كل الأمور اللي أنت ما كنت مسيطر عليها بتحقق نجاح باهر جدا في خلال هاي الفترة ولكن ما تترك للوسواس أنه يسيطر عليك ولا الأفكار السودة تسيطر عليك خلال هاي الأيام وفي نفس اللحظة بدك تنتبه الأمور العاطفية وما تهمل فيها ومن المشاكل المفاجئة اللي ممكن تصير فيها لأنه أورانوس بشكل زاويه موجود في بيتك الخامس بيت العاطفي فالأمور العاطفية إذا أهملتها رح تحمل عواقب أنت ما رح تكون تتخيلها رح تجيك بشكل مفاجئ برج الدلو برضو نقدر نقول أنه هذا يوم آخر بتطلب منك الانتباه بشكل كبير لصحتك القمر ما كانه في بيت متاعبك ضايله يوم وبعدين بنتقل يعني هذا اليوم بدك تمشي بأي طريقة كانت بعدين بعد بكرة العصريات بنتقل القمر اللي عندك بتتحسن نفسيتك أكثر الشمس موجود فيه برضو لسه بتتنقل عندك ما وصلتك ما وصلت كل موليد برج الدلو فعشان هيك النفسية شوي بتكون مضغوطة في الأيام هاي إنجز اللي بتقدر عليه من عمل متراكم هدئ من وطيرتك وعصبيتك بعرف أنه الأمور واصلة عندك لمرحلة الركود ولكن في هاي الفترة أوعة تلغي مشاريعك أو تعاني من تراجع في معنوياتك أو وضعك الصحي حاول إنك ما تحسم أي أمر في الفترة هاي الفترة هاي سلبية للقرارات المفاجئة وفترة مخيبة للآمال إذا أنت أصدرت قرارك بالفترة هاي عشان هيك منقول لك أجل شوي خلل القمر لا يوصل لعندك بعدين اتخذ قرارك عشان ما تندم على أي خطوة أنت بتتحرك اتجاهها كمان بين قسين بدك تركز على بيتك وأهل بيتك وعلى أبنائك ومشاكلك اللي في البيت لأنه هاي ممكن في لحظة تنفجر وإنتي ما تقدر تسيطر عليها عشان هيك بدك تحطها تحت الرقابة بالأيام هاي لأنه أورانوس موجود في بيت البيت عندك يعني ممكن يعمل لك أشياء مفاجئة في هذا النطاق برج الحوت تقدروا خلال هذا النهار تعززوا علاقاتكم مع أصدقائكم تستفيدوا منهم أو يستفيدوا منكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك في مناسبة سعيدة تتسع الآفاق عندك بشكل واسع ممكن تحتفل بنجاح أو بتطور أو بعلاقة جديدة ممكن تعزز شعبيتك وممكن تحصد أرباح أنت ما كنت تتخيلها خلال الفترة هاي بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو المعارف أو الأقارب إلى جانبك ودعمك وتشجيعك بتخف الضغوط عليك وبيطمئن بالك ولكن بدك تنتبه إياك والسرعة إياك والسرعة إياك والسرعة أثناء القيادة بدك تكون حذر جداً ما في مجال للمغامرة اتفقد سيارتك بشكل منيح اتفقد المكان اللي أنت رايح عليه الشوارع والزحمة الشغلات اللي زي هيك وركز وما في مجال للمخالفات القانونية في الأيام هاي لأنه سهل جداً إنك أنت تكون تحت العين للمخالفات القانونية بسبب التهور أو التسرع امسك حالك عشان تمضي الأمور على خير إن شاء الله هيك من كون انتهينا من توقعاتنا والله أعلم بشكركم لا حسن الاستماع وبشكركم كطولت بالك علي في الحلقة هاي طويل شوي يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء شكراً للمخالفات القانونية